عدد غير قليل من الصحفيين والعاملين في مجال الرأي والنشاط الحقوقي ما يزالون يعانون ظروف تعذيب قاسية في سجون الميليشيا مع تغيب إعلامي لقضيتهم الإنسانية ويتبنى الصحفيون المحررون من سجون ميليشيا الحوث الإرهابية قضايا زملائهم من ضحايا الرأي والكلمة الذين ما يزالون خلف القطبان وما يزال ثلاثة صحفيين على الأقل من المعلومة أسماؤهم في الساحة الإعلامية طي النسيان والتغييب لسنوات في معتقلات الحوثيين بصنعاء ومحافظات السيطرة المسلحة فإلى جانب الصحفيين نبيل السداوي وواحد الصوفي المختطفين منذ 2015 هناك العشرات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين عجت بهم زنازين الحوثي في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الأولى من العام الجاري وتتصدر الحريات الإعلامية وحقوق الصحافة قائمة ضحايا القمع الحوثي العنيف والانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية والتعبير وثمت عنف موازن طال عددا من رواد الكلمة ورواد الحقيقة في سجون ميليشيا بئر أحمد في العاصمة المقتة عدن ومعتقلاتها الفرعية في عدة محافظات ويعد الصحفي أحمد ماهر عنوانا على ضحاياها في رقائهما بالصحفيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي تعهدت قيادة المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بوضع تحرير ما تبقى من الصحفيين والأقلام المختطفة أولوية قصوى على جدوى الاهتمامات المجلسين حتى الإفراج عنهم وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية لم تجعل من آلتها القمعية تهديدا فقط لبيئة العمل الصحفي ولكن أيضا لمكانة هذه المهنة الجليلة من خلال المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والعنصرية خلافا لصورتها الذهنية في الذاكرة الشعبية والوطنية المرتبطة بالحقيقة والمعرفة والتنوير ومناصرة المظلومين ترجمة نانسي قنقر